موسيقى 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 قال أرثر شوپنهور فيرسوفي إرادة والتمثّل قال مشكلة الإنسان أحد أسباب تعاسة الإنسان أنه يكثر جداً التفكير فيما ليس عنده ويعمى عما عنده أنا أقول لك شغلي هذا اللي ولد في قصر أمير أو سلطان أو ملك أو في قصر ملياردير ابن ملياردير أو مليونير أنا أقول لك قد يكون المسكين يعاني معاناة صحية معينة في عضوه معين قد يكون عنده تضخم في القلب والمصصحيح واستنوات الأمام معدودة قد يكون عنده مشكلة أي تشمع في الكبد هذا قدامه ستة أشهر السلام عليكم قيله أو يركب كبد ثاني عادم يركبون كبد آخر يستعيروا الكبد فرنسا أو ألمانيا أو عن نل على كل حال هذا المسكين يتمنى أن تشاطره نصف ثروته وما يخوضش العملية هذه ويكون بكبد سليم صحيح رباني ليس مزروع وعنده عقبيل بعدين يتمنى خذ نصف ثروته أنا خلسين مليون وأعطيني الكبد هذا بسمي الزراع أو كده بمعنى كما قال أحد الفاهمين قال كل ما فيك من نعم بينقوسين بطريقة طبية مما لا تشعر به مش شعر بي أنت أنا سليم أه كل ما فيك من نعم ما الذي يجعلك تشعر به عم أستوى الوعي الإدراك شكر تشكر الله لا أشعر فيه مع أني مش شعر به فيزيولوجياً يعني ليس تعبني وما في شيء عرب يسموها أي عرض أي المرضية ولا حتى العراض الفيزيولوجياً موضوع ثاني في الطب ما عنه أنت؟ الفكر خليك تفكي لا هذا ليس طبيعي ليس طبيعي أني أتكلم ليس طبيعي أني أبلى عريقي أنا مرة أشتغل في مؤسسة وأنا عندي يعني مدير رجل فاطل الله يذكره بالخير يا ربي يا حرام كل دقائق يشرب ناء يشرب ناء والحمام هو اللي عنده سكر نفس الأشياء على الحمام ما هي مشكلتك؟ مرض مسكين أصابه يا حرام في الغدد اللعابية لا يوجد لعابة مسكين يتكلم كلمتين يخترق لازم بالماء شيء بسيط جداً يزعجه حين الكلام وحين ينام في كم مرة يقوم في الليل طبعاً وحين يأكل شيء مزعج جداً ستقول لي هذا شيء بسيط في أشياء أكثر إزعاجاً ألف مرة من هذا صح؟ فأنا أقول لك كل الأشياء هذه التي لا تشعر بها هي أمنيات وناس لم تتحقق لهم لكن أنت عطيتها أي من غير تمني ولا تمنيتها أنت جئت من بطل أمك والله أعطاك كل شيء بالمجان لك قال لك فقط تشكرني عرفني واشكرني وأنا أرضى منك هذا وأشكره لك كمان أنا الشكر تشكرني؟ أشكرك وأزيدك لأن شكرتم لأزيدنكم إذا عرفت نفاست ما أنت فيه ما ترفل فيه من النعم بس هذا المليونير أو ابن المليونير للأسف لا يعرف نفاست ما هو فيه من نعم مش شاعر فيها أصلاً ويهدرها وكما قلت لك ولعله يتعس حياته وينغص على نفسه وينكد عيشه بالتساؤل ملح الدائم لما أوتي فلان كذا وكذا مما لم أوتاه ما يعني أوتي شوية أجمل منه فلان شوية لون مختلف لماذا أنا لوني شوية غامق قهوائي كما يقول العراقيون لوني قهوائي هو أبيض أميال إلى الشقرة يا أخي بس هو صعلو لديه فلوس بطلع بيشتغل من صباح الله لمس الله والشهر كله بألفين يورو أنت عندك ملايين يا رجل تصرف الريحة واحدة خمسة عشر مليون قال لك ما يهمنيش أنا لون وهذا بشتري بكل ثروت أنا أنت غني هطلعنا غنياء أفهم كيف عطاء الله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض هو أرفع منك في جهة وأنت أرفع منه برضو في جهة انتبه أنت مفضل عليه في شيء وهو مفضل عليك في شيء وهي المسألة كلها هيك ويمكن في الأخير تطلع القسمة عادة لمن كل الوجوه ونحن لا ندري إذا أخذنا الوجوه كلها وضعناها في الميزان صح؟ موضوع تعادلية التوفيق الحكيم التعادلية ممكن أنا أؤمن بهذا أؤمن أنه في الأخير في تعادلية بإذن الله تبارك وتعالى المهم خلاص أيها الإخوة إيش المعنى اللي بدنا نقوله لو لا الشر ما أدركنا الخير جميل؟ السؤال الآن وطبعا على فكرة هذا في كل القيم هكذا في كل المعاني هكذا يعني لو لا الجوع كنت ستدرك نعمة الشبع؟ أبداً، لو أنت شبعين دائماً لا ستوكل، صح أو لا؟ وسيصير أشهى الطعام وأحسنه مذاقم بالنسبة إليك لا يعني شيئاً شبعان، دائماً شبعان مغلق لو لا العطش كان عرفت نعمة الري والماء البارد المثلج تشتهي في الإعلان، في التلفزيون، في السامسونج لا، ولولا التعب والنعاس لم يلذي لنا نوم ولا غمض ولا مصحيح وما أحل النوم على على التعب، وقال لك نعمة إدام الجوع بدك إنسان يتذوق الطعام مليح جوعه وأعطيه بصل بصل يا سلام أنا مرة أفطرت، كنت صايم لوجه الله أفطرت على بصل كنت طالب أدرس، غلبان خيل، فممكن بصل هذه تفتر عليها السلام أحسن للجعان المشلق غيرها الذي طال به الجوع والمزغبة هي هيك الدنيا بعدين شغلي ثاني أهم من هيك إخواني لو هناك شيء التي تسميها شروط ونسميها شروط السباق ونسميها حتى الشرط الإنساني الوسيع في شرط إنساني أوسع شرط هو هذا أنا بشر وأفهم معنى أن تكون بشرا يجب أن يكون هذا شعارنا يجب أن تفهم معنى أن تكون بشرا أقول لك معنى أن أكون بشرا أنه لا معنى لحياتي وإنجازي وسعي بغير ماذا؟ مصاولة ومحاولة ومجاهدة وتجاوز عقبات كأداء وعقبات أقل من كأداء يعني قليل من المصاعب والمتاعب والابتلاء والشرور والمعوقات والمنافسين والمعوقين وقاطعي الطريق والحسدة والغيارة والمتسلطين وكاتبي التقارير والذين تسلقون على سمعة الناس وعلى أكتاف الناس يهدمك لكي يجلس على كتفيك صح؟ فكر حلو كده هدمك هو بطلع يعني الحياة هكذا لولا هذه الأشياء كلها ولولا الأثمان الأثمان الثقالة الباهضات البواهر ستقول الأثمان كل شيء بثمن لا يوجد شيء عشاء مجاني لا يوجد شيء عشاء مجاني شكرا